هاي بتمنى تكونوا بخير رح نحكي اليوم عن إعادة تأهيل العضلات بعد الدسك تجربة شخصية بنقلكم ياها زوجي أشرى أربع عمليات دسك في ظهره والآن يخطع لإعادة تأهيل الحركة لدي بنقلكم ياها وبتمنى تفيدكم هالمعلومات بدعكم للاشتراك بالقناة تفعل الجرس ليصلكم كل جديد أحبتي لاتس جو تمبلج بالموضوع شو هي التمارين المستخدمة بالعلاج الحركي؟ سؤال بيتبادر لا سهلة تمارين المستخدمة في العلاج الحركي أو التمارين العلاجية هي الأداء المنتظم والمرتب لحركات ووضعيات معينة للجسم تحتف إلى إعادة التأهيل وتحسين واستعادة الوظائف البدنية والعضلية والتي قد تكون ضعفة لسبب ما وتختلف هذه التمارين في العلاج الحركي عن التمارين المعتادة حيث تعمل العلاجية منها على مشاكل محددة وتستهدف نقاط واضحة بالجسم للعمل عليها فممكن ترجع المرونة، القوة، القدرة على التحمل والمرتبطة بالحالة جسدية دون سواها شو هي الأهداف المستخدمة بالعلاج الحركي؟ أكيد في هذا تعمل التمارين العلاجية إلى تحقيق القدرة على تأدية الحركات الأساسية والمرتبطة للجسم تحسين واستعادة الوظائف الحركية المفقودة الوقاية من فقد المزيد من الوظائف الحركية ودعم القدرة الوظيفية للشخص أيضا الحد من فرص حدوث الإعاقات والعجز من هذه التمارين المستخدمة في العلاج الحركي جهاز إعادة التأهيل الوظيفي الذي يخطع زوجي لتدريب عليه لمدة نصف ساعة يظهر من الشكل كما هو موضح أنه يقف على لوح مهتز ويجب أن يحافظ على توازنه بإبقاء النقطة الزرقاء في المنتصف عند خروج النقطة الزرقاء من المنتصف يكون أن التوازن لم يتم تحقق على اللوح تعطي طول أحمر وبالإضافة إلى صوت هذا الجهاز مدد التدريب عليه من 15 إلى نصف ساعة ويجب عليه أن يحافظ على التوازن خلال هذه الفترة الزمنية الجهاز يحرك عضلات لم يتم تحركها سابقا بسبب الإعاقة الناتجة عن أعلام الزهر قد تصيب العضلات القدمين والساقين الركبة أسفل الزهر في هذا التمرين البسيط والمعقد يتم تشغيل وإعادة الحركة لهذه العضلات تتعدد أنواع التمرين العلاجية وتختلف طبعا للغرض والهدف من أدائها والموضع المستخدم من الجسم مثلا عن التمرين التحمل التمرين المرونة التوازن مثل هذا التمرين القوة والتي تعاد من أهم التمرين تمارين التوازن مثل ما نكونوا ملاحظين الحفاظ على توازن الجسم عند اهتزاز اللوح تحتك يعني تحت القدمين يتم التركيز على عضلات الساقين والركبة وأسفل الزهر أيضا الكتفين نكون نحن معسكين بإيدينا حتى نقدر نحقق التوازن تمارين القوة أنه هي عم تعطي للعضلة قوة كافية حتى تقدر تقاوم المقاومة الخارجية لأنه في عنا نحن حركة مهتزة تحت القدمين فالعضلة رح تتحرك بقوة والشد محدد حتى تقدر تحقق هذا التوازن هلأ ممكن استخدام تمارين القوة وبتتحكم بجاذبية الأرضية والأسقال الحرة والأجهزة الخاصة مثل ما هو موضح بالشكل في عنا من تمارين القوة السكونية والحركية أيضا السكونية حيث يبقى طول العضلة السابتة وتتغير المقوية وتستخدم في المراحل المبكرة من التأهيل للحفاظ على الوحدة الحركية هيدا هو كان موضوعنا اليوم أتمنى أن يكون أدام معلومة جديدة وحلوة ودعوكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد سلام إلى الجميع أصدقائي ونلتقي